انسداد سياسي واقتصادي وانحلال لمؤسسات الدولة على كافة الصعود دفع بالكثير من اللبنانيين إلى خيار الهجرة الجماعية باتجاه أوروبا على الرغم من حوادث الموت بين الحين والآخر ولسيما بعد غرق قارب يحمل 84 مهاجرا غير نظامية قبالة سواحل طرابلوس مؤخرا اليوم لبنان عم يعيش انحلال كتير كبير على كل الصعود اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا ليه عم بيصير هيدا الشيء بترابلوس لأنه هي من أكثر المناطق ضعفا وهشاشة وبحسب الأمم المتحدة فأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية دفعت اللبنانيين للمجازفة بأرواحهم في البحر بحثا عن الأمل بالعيش في أوروبا حيث حاول أكثر من 1500 مهاجر مغادرة لبنان بحرا منذ عام 2020 هجرة اللبنانيين هذه لم تقتصر على الأفراد فقط بل شملت العائلات الفقر يعني دمس ببيوتهم فكرميلك عم يشتروا مركب يعني بعدها لما يدفعوا للمهرب مثلا أجار العريكة ب5000 دولار إذا عيلي 10 كيب يعني 50 ألف دولار عم يشتروا المركب كليته ب20 ألف دولار وهم حطوا مزود بي 5000 ويجهزوا أكل ب5000 كلفهم 30 ألف هني شاريين المركب عيلي بقى البعضة شاريين المركب عيلي بقى البعضة يعني هني شاريين وهني اللي جايبينهم وكل شيء وثبت أنا طلعت معهم تصلوا فيه بتطلع معهم أخذت أولاد مراكب الموت هذه دفعت السلطات اللبنانية إلى تعليق طلبات الحصول على جوازات السفر بسبب ارتفاع طلب ونقص الجوازات حيث زاد عدد الراغبين في استخراج الجواز بنحو عشرة أضعاف وذلك بحسب مصادر حكومية مراقبون اتهموا ميليشيا حزب الله بأنها هي السبب بهجرة اللبنانيين الجماعية نتيجة تعطيلها للحركة السياسية وتسببها بأزمة اقتصادية جعلت لبنان ينزف رأس ماله البشري